القرار التاني بقى اللي هو اعتقد انه مش بس قرار لكنه هو خلفية لحالة من الحسم وحالة من الحسم احنا شفناها ووجعتنا وزعلنا لان احنا بنزعى لما القانون يتطبق علينا وحنا اتفقنا الحكاية دي بتوجع وخصوصا توجع اللي تعود انه يخالف القانون فكرة التعادي على الاراضي الزراعية جماعة ظاهرة بيبررها المبررين ويقول لك والناس تعمل ايه ووهي الناس لقى سكن وما الناس كانت بتبني في اي مكان طبعا الراجل غالبان ما بيبني لعياله بيت عشان يعيش هوا عياله القرارات اللي تخص ايقاف التعادي على الارض الزراعية صدرت اصلا من سنوات طويلة لكن الجديد النهاردة اعتبار انه التعادي على الارض الزراعية جريمة مكتملة الاركان وهي فعلا جريمة مكتملة الاركان احنا لو شفنا كده في بحث صغير شكل الاراضي الزراعية مثلا في المنطقة بتاعت الدلتا والدلتا دي الكنز بتاعه دي المزرعة الكبيرة بتاعت مصر شوف كده افتح خرايط جوجل وشوف الدلتا من 30 سنة وشوف الدلتا اليومين دول شوف شكل الخضار اللي حوالين دلتا مصر وشوف شكل البناء والتعادي وصل لايه وقد ايه مجحف وقاسي بعد يعني هنقلب كده مع حضراتكم في شوية بيانات لكن بس بتقولك قد ايه التناقص في الارض الزراعية قد ايه التطور في المساحات او تناقص المساحات الارض الزراعية تفاصيل عدد العمالة اللي بتشتغل في الزراعة اللي بتقل كتير من الاحصاءات وكتير من الارقام اللي تخد لكن انا عارفة مش كلنا بنفهم لغة الارقام دي مثلا قطاع الزراعة والصيد قد ايه بيستهم في الناتج المحلي الإجمالي قد ايه الجزء الأزرق الصغار ده 15% تقريبا 11 كمان في المية من إجمالي الناتج المحلي وده رقم ضئيل جدا على بلد زي مصر كل واحد فينا هيقول الجملة الشهيرة يعني هي جات علينا هي الحقيقة بقى انا بفتكر كمان كلمة ريس اللي قالها غالبا اثناء افتتاح تطوير عملية ازالة التعديات على الترع والمصارف لما قال في خلال 6 شهور احنا مكلفين ان نعيد الوضع الى ما كان عليه قبل 30 عام تو دخلين التحدي احنا دخلين تحدي شكله ايه وعودة تاني للقرارات تعالوا نشوف بس حسم الدولة عشان اي حد لسه بيفكر او يعتقد انه ممكن يبقى فوق القانون يفكر مرة تانية لانه القرارات هي اولا ايقاف اي دعم بيحصل عليه المتعدي على اي بقعة زراعية سواء كان هذا الدعم دعم بكل انواع الدعم اللي الدولة بتقدمه تموين او خبز او اسمدة وغيرها من صور الدعم ده في الغالب للشخص اللي بتعدى على الارض الزراعية ببناء مخالف داخل ارضه مثلا الزراعي الخطوة الاكثر تنظيما للسلوك العشوائي اللي كان حاصل ده تكليف وزير العادل بدراسة واعداد مشروع قانون يتضمن مصدرة المبنى المخالف اعتبار التعدي على الاراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف بالاضافة الى فرض غرامات مالية كبيرة على المتعدين ومشروع القانون هتضمن معاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف القصد يعني ان الدولة عايزة تقول خلاص خلصت مرحلة محاولة استيعاب الكارسة الكبيرة اللي احنا عملناها في بلدنا بالمناسبة اي ارض زراعية يتم التعدي عليها بالبناء مستحيل اعادتها تاني ارض زراعية ودي الكارسة الاجبر فانت بتتعامل مع وضع قائم سيء وبتحاول تحتوي هذا الوضع الصعب بطريقة 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 ب